بعد عامين من بدء ولاية الرئيس الأميركي التي تدوم لأربع سنوات يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في الثلاثاء الثاني من نوفمبر للتصويت فيما يعرف بانتخابات التجديد النصفية تشمل إعادة انتخاب مجلس النواب بكافة أعضائه الأربعمائة والخمسة والثلاثين لفترة عامين وثلث أعضاء مجلس الشيوخ أي خمسة وثلاثين مقعدا من أصل مائة مقعد بالإضافة إلى ستة وثلاثين من حكام الولايات الخمسين تحدد هذه الانتخابات من سيحكم سيطرته على مجلسي الشيوخ والنواب حاليا يسيطر الديمقراطيون على المجلسين وإن بأغلبية بسيطة وهو ما يمنح أريحية للرئيس الديمقراطي جو بايدن بتطبيق سياساته من دون عرقلة من الكونغرس لكن ماذا لو انقلب الوضع؟ عمليا لا يحتاج الجمهوريون للكثير لقلب الطاولة ففي مجلس النواب لديهم حاليا مائتان واثنى عشر مقعدا ويحتاجون فقط لستة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية في المجلس أما في مجلس الشيوخ فلديهم نصف عدد المقاعد وبالتالي يحتاجون لمقعد إضافي واحد فقط إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية في المجلسين سيمضي الرئيس بايدن بقية فترته الرئاسية كبطة عرجاء غير قادر على الحركة وهو الذي يعاني بالفعل من تدن غير مسبوق في نسبة شعبيته التي تراجعت لأقل من 40% يركز الجمهوريون بالدرجة الأولى على قضايا اقتصادية مثل التضخم ويلقون الضوء على ما يصفونه بإخفاقات سياسة إدارة بايدن الاقتصادية التي زادت التضخم وأدت لرفع أسعار الوقود الديمقراطيون يتشاركون مع الحزب الجمهوري في بعض القضايا الاقتصادية بالإضافة لملفات جدلية كقرار المحكمة العليا تقييد حق الإجهاض من المعتاد أن يخسر الحزب الحاكم مقاعده في أول انتخابات تجديد النصفية كون الناخب لا يفضل التصويت بالكونغرس للحزب الحاكم المتواجز داخل البيت الأبيض خوفا من تركز السلطة بيد حزب واحد إلا أن تلك القاعدة كسرت مرتين فقط الأولى بفوز الحزب الجمهوري في عهد ترامب والثانية كانت في عهد أوباما